موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله إنما الأمور التي يصبح كثير من الناس وهي همهم وينمون وهي آخر ما يفكرون فيه طلب الرزق والسعي لأجل المال فهم بين خوف من الحاضر وترقب للمستقبل الرزق هو المرحلة الثانية لحياة الإنسان بعد مرحلة الإيجاد من العدم فبه تدوم الحياة وتستمر قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ولا يمكن استمرار حياة المخلوقات بدونه فهو من الضرورات لكل مخلوق ومخلوقات الله جميعها مفطورة على السعي طلباً للرزق وبحثاً عن قوت يومها فالطيور تبدأ من أول النهار في البحث عن الطعام وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا وطلب الرزق دأب الأنبياء والعظماء فقد كان آدم حراثاً ونوح نجاراً وإدريس خياطاً وصالح تاجراً وداود حداداً وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم جميعاً رعاة للأغنام قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده للحديث عن السعي في طلب الرزق ومواجهة ضيق العيش يسعدنا ويشرفنا يكون معنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ودل دادو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتني أهلاً بفضلتكم وجمعة مباركة بارك الله فيكم وعليكم بارك الله فيكم وشرف كبير أن نكون معك في هذه الحلقة نحن نتشرف بكم الله يبارك وعليكم كل خير بداية فضيلة الشيخ لو أردنا أن نتحدث عن مفهوم الرزق في الشريعة الإسلامية فما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدا بهذه واستنى بسنته إلى آيام الدين أما بده فإن العلماء عرفوا الرزق بأنه ما ينتفع به عاجلاً أو عاجلاً موافقاً للشراء أو مخالفاً له فكل ما به انتفاع مطلقاً فهو داخل في نطاق الرزق وأصوله أربع هي وصول المنافع قد ضمنها الله لآدم في الجنة فقال إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعراه وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى إن لك أن لا تجوع فيها هذا الطعام ولا تعراه هذا اللباس وإنك لا تضمأ فيها هذا الشراب ولا تضحى إلى تبرز للشمس وهذا السكن وهذه معها مكملاتها فالأدوية ونحوها هي من مكملات الطعام والشراب والزينة هي من مكملات اللباس والأدوات الانتقال والركوب هي من مكملات السكن فهذه هي أصول أنواع الأرزاق والرزق يشترك معه في بعض مفهومه مفهوم آخر وهو النعمة لكن النعمة مختصة بما هو حلال والرزق يشمل ما هو حرام يعني هناك فرق بين النعمة وبين الرزق نعم فالنعمة ما ينتبع بها عاجلا أو عاجلا مما يوافق الشرع يكونوا موافقا للشرع نعم لا بد أما الرزق فكل ما ينتفع به الإنسان سواء كان حلالا أو حراما هو رزق رزقه الله وإياه هل مفهوم الرزق البعض قد يقتصر موضوع الرزق على فكرة المال هل هذا ليس صحيحا لأنه قصر للمفهوم على بعض دلالاته فالرزق يشمل كل ما ينتفع به وقد ذكرنا أن هذه الأربع هي وصول منافع وهمها لكن لا مانع أيضا أن تتجدد للإنسان منافع أخرى مثل ما يحقق هواياته ورغباته الجسدية أو النفسية أو العقلية حتى كلها تدخل في الرزق حتى الرفاه وطرفه ونحو ذلك وحتى العلم وما يرزقه الإنسان منه هو كله رزق كله داخله في الرزق لأنه ينتفع به يعني كل ما ينتفع به الإنسان يدخل تحت مغلة الرزق نعم طيب فضيلة الشيخ ذكر الله عز وجل الطيبات من الرزق ما معنى الطيبات من الرزق الطيبات معناه الحلال فالمحرمات داخلتهم في الرزق لكنها ليست هي الطيبات فالطيبات معناها ما أحله الله ولذلك قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالطيبات من الرزق ما أحله الله لعباده من الأرزاق فهذا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد أن يحرمه بعد ذلك ولهذا قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فلا حرم منها إلا ما حرمه الله لهذا قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم من على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ليس أو فسقا أهلا لغير الله به فمن الضطر غير باع ولا عاد فإن ربك عفور رحيم. فكرة الرزق فضلت العلامة. هناك يقول أن الأرزق مكتوبة كالآجال. وإن لم أسعى إلى رزقي سيسعى إلي رزقي وتواكل عن الطلب وعن السعي في الرزق. الخلائق خلقها الله وجل جلاله هو قيمها. فهو المدبر وهو الرزاق. ولذلك قدر في الأرض أقواتها في الأربعة الأيام الأول من خلق العالم. ولذلك قال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فكل ذلك مكتوب ومقدر ولا يزيد بعد أن كان. أرزاق الخلائق يكتشفونها. لكن كانت موجودة. ما ينزله الله لهم من السماء كان موجودا. ما يستكشفونه من المعادن والثروات من الأرض. كله كان موجودا. فكله قدره الله في الأيام الأربعة الأول من خلق العالم. لكن قضية الاكتساب والعمل. هذا تكليف. ولا بد أن ندرك أن علم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين. إلى شرع وقدر. فالقدر نؤمن به. ولكن لا نعمل له. فهو جانب التوكل والاعتماد على ما قدر الله. لكن الجانب الثاني وهو الشرع. هذا نؤمن به ونعمل به. فنحن مكلفون به. ولذلك الطلب الرزق هو من الأسباب. والأسباب من الشرع لا من القدر. والأسباب يجب على الإنسان أن يبذلها. ولذلك قاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن نتركها معصية. التوكل على الأسباب شرك. التوكل على الأسباب شرك. وترك الأسباب معصية لله. فأنت لو رأيت سيارة مسرعة إليك. وقلت لا أنا لا أموت إلا بأجلي. فما أهرب عنها. فهذا حرام. فأنت مفرط. ولو ميت أو أصابك شيء فأنت قاتل النفس. ولا رأيت جدارا سيسقط عليك ولم تهرب عنه كذلك. فلذلك يجب عليك بذل هذه الأسباب. لكن لا تتوكل عليها. لو مرت وذهبت إلى الطبيب لا تظن أن الطبيب هو الذي يشفي أو أن الدواء هو الذي يشفي. لو تاجرت فربحت. ليس معنى ذلك أن التجارة هي التي رسقتك هذا الرزق. لو توظفت. ليس معنى ذلك أن الوظيفة هي التي رسقتك. هذا من ناحية العقيدة والقدر. تعلم أن ذلك مقسوم ومكتوب. وأن الرزق هو مع العمر. فالله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لكنه وزعه على حسب حكمته جل جلاله لا على حسب رغباتنا نحن. ولهذا قال والله فضل بعضكم على بعضهم في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت عمانهم فهم فيه سواء أفى بنعمة الله يكفرون. ولذلك جعل الله الناس ثلاثة أقسام في الاكتساب. طائفة تصلح للاكتساب ويمكن أن تكتسب أكثر من حاجتها. وهذه تقريبا هي جمهور البشر. القسم الثاني طائفة تكتسب فقد قدر حاجتها ولا تزيد على ذلك. لا تستطيع أن تزيد على ذلك. القسم الثالث طائفة لا تستطيع أن تكتسب قدر حاجتها. فالطائفة الثالثة هي عيال على الطائفة الأولى. وهذا حكمة لترابط المجتمع وتكافله وليبقى بعضهم مسؤولا عن بعض. فلو أن الأغنياء لم يكن كان العالم كله أغنياء. وكان الشعب جميعا ولا يحتاج بعضه إلى بعض. لتفكك ولم يكن بينه وشائج ولا أرحام ولا تعاون ولا صلاة. أبدا. ولو أنه أيضا كان فقراء جميعا كان متخلفا جاهلا مريضا عاجزا لا يستطيع القيامة بشيء. فلذلك جعلت فيه هذه الطبقات في تدبير الله سبحانه وتعالى ليقع التكامل والتكافل ولتتعين المسؤولية. فلا بد أن يدرك من آتاه الله أكثر من حاجته أنه مسؤول أنه ما أتي ذلك إلا لمسؤوليته عن آخرين. وهي المسؤولية الاجتماعية. وليقوم بهم ويتحمل مسؤوليته تجاههم. وليس له أن يسد عليه بابه. كثير من الناس يقول مثلا أنا في التعليم ليس قف معين. أنا أدرس ومنذ كنت في الابتداء وأنا أعرف متى إن شاء الله وأخذ الدكتوراء. لأنني أعرف أن هذه المرحلة كذا وكذا من السنوات والتي بعدها كذا وكذا والتي بعدها كذا وكذا فإذا استمرت الدراسة دون تخلف في أي سنة سأأخذ الدكتوراء في الوقت الفلاني. لكن بعد ذلك سينتهي تقريبا مشوار الدراسة يبقى فقط التقدمات العلمية مثلا فوق الدكتوراء أخذ ستة أبحاث محكمة فأخذ أستاذ مساعد ثم 12 بحث محكم فأخذ أستاذ مشارك ثم بعد ذلك 24 بحث محكم فأخذ أستاذ كرسي وينتهي مشوار الشهادات في سقف معين لكن في المال لو أنك ذهبت تجمع المال تبحث عنه هل عندك سقف معين لا يوجد سقف معين كل إنسان مثلا لا يفكر إلا في آخر ما يمكنه أن يصل إليه لو قيل له يكفيك أن تجد مليارا يقول لا زدوني شوية فلابد أن يحتاج الإنسان الذي يزدياده في هذا ولهذا قال ابن زريقين البغدادي قد قسم الله رزق الناس بينهم وما يخلق الله من خلق يضيعه لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات يقنعه والدهر يعطي الفتاة من حيث يمنعه عفوا ويمنعه من حيث يطمعه لكن كل ذلك مكتوب وهو بحد محدد ولهذا لا بد أن يدرك الطالبون للرزق أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بطلبه ولهذا يعرفون دائرتين دائرة حلال ودائرة حرام فيلتزمون دائرة الحلال ولا يقتربون من دائرة الحرام ويعلمون أن بينهما حدا وهو الشبهة فيحاولون أيضا النجاة منه والابتعاد عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك وأن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارم ولهذا لا بد أيضا أن يدرك الإنسان أنه لم يخلق أصلا لطلب الرزق وإنما كان وظيفة إضافية فالإنسان في الأصل خلق لعبادة الله وللاستخلاف في الأرض فهتاني مهمتان عظيمتان إحدى هم مشتركة بين الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والثانية مختصة بالبشر إني جاعل في الأرض خليفة وهي مقتضية لاستعمال كل الوسائل لاستخراج ما في الأرض من الخيرات ولتوزيعها على الناس ولأن يعيشوا عيشا سليما كريما فيما بينهم أما جمع الرزق فتتقنه النملة والفارة والخلائق كلها فلذلك ضمن للإنسان رزقه وكلف بمهمة أخرى هي العبادة كثير من الناس إن شغلون بما ضمن لهم ويتركون ما كلفوا به وهذا هو السفة بعينه أن تبك لهم بمهمة ومضمون لك ما يقابلها فلا تشتغل بالمضمون الذي أنت موقن به بالقدر الذي يشغلك عن الآخر استغل به فقط على القدر الذي أمرت به فاجعل طلبك للرزق عبادة لله ولذلك لا بد أيضا أن يكون التوازن بين ما تطلبه وما تنفقه فضلة الشيخ عندما يعترر الإنسان القلق على الرزق سواء بالسعي له أو بقلة اليد هل هذا دليل على قلة الإيمان قلة اليقين أم أن القلق طبيعي القلق يقع للناس لأسباب منها ما يكون من نقص الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى ومن نقص التوكل عليه ومن نقص معرفته لأن الناس لو عرفوا الله حق معرفته لعرفوا أنه هو الجواد الكريم السخي وأن يديه سحاء الليل والنهار لا تغيضان وأنه سبحانه وتعالى يعطي قبل المسألة ويلهمنا أن نسأله ثم يستجيب لنا إذا سألناه وأنه يعطي الخلائق التي لا تسأله يرزق الكفار يرزق العصات ما يعصونه به يرزق الحشرات والحيوانات يرزق الأحوات والأسماك داخل المحيطات والبحار فهذه كلها أرزاقه سبحانه وتعالى ولا تنقص شيئا مما يؤتي كما في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد ماحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فهذا لا ينقص شيئا من عطاء الله لكن ليس هذا هو السبب الوحيد منها مرض نفسي فشل أصاب الإنسان فأصيب بإحباط فيصبح لديه القلق ومنها فعلا التهديد ووقوعه تحت طائلة الإكراه والتهديد فيشعر بالمذلة والهوان وأنه عاجز لا يستطيع الدفاع كذلك منها تكاثر المسؤوليات مع ضعفه هو إذا كان هو مريضا ومستقبله أنه يتحمل مسؤوليات كثيرة له عيال كثير عليه ديون كثيرة له التزامات كثيرة الناس يريدون منه كثيرا وهو يعرف عزه ربما أصابه القلق لذلك ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة في ذكر النفقة قال وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت هذا في الكبر أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء مع رمسؤولياته كثيرة ولديه هذا الضعف فهذا يتقلق فعلا تقلقه مضوعي لكن بتمام التوكر على الله يعالج هذا القلق أيضا كثير من الناس طلبه للرزق ليس ليسد فقرا ولا ليسد حاجة بل يظن أن الرزق بذاته مقصد أنه هدف هو يرى أنه يريد أن يؤمن أولاده أن يترك الأولاد في غنى حتى لا يسألون الناس هل تركه هو أبوه في غناء وأبو ذلك وأبو ذلك الله هو الرزق هو الذي رزقك أنت فكما رزقك يرزق أولادك كما رزقك أنت ورزق أباك وأباه إلى آدم يرزق الأولاد ما يخلق الله من خلق يضيعه لكن أنت فقط اهتم بنفسك لا تأخذ لهم إلا حلالا ولا بس أن تترك لهم شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أنت ذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس لكن أعلم أن مسؤوليتك شخصية وأن لهم هم مسؤوليات وأنك لو جمعت لهم مالا فمت وتركت هذا المال بأيديهم وكان جمعهم من حرام سيكون إثمه عليك والانتفاع به لناس آخرين ولو جمعت لهم من حلال يمكن أن يستعملوه بالحرام أيضا فلذلك لا بد أن تعالج القلق بهذه الطريقة ثم بعد ذلك لا بد أن تدرك أن طلب الرزق هو مجرد وسيلة وليس غاية وأن من جعله غاية لا بد أن تدخل الدنيا في قلبه وحينئذ لا يمكن أن يصل إلى مقام الإيمان والمعرفة مقام الإيمان والمعرفة يقتضي زهدا في الدنيا وهذا الزهد ليس معناه تركا للدنيا كما يفهمه بعض الناس الزهد عرفه الإمام الغزالي بأنه نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يدو البدن مشغولة بها فيدو البدن محل المال اليد وليس القلب فلذلك إذا أصابته نكبة أو كارثة أمر عادي لا تحزن عليه ولا تقلق إذا زاد وكثر وانتشر لا تفرح به فهذا مقتضي أن تعرف أنه ليس مقصدا ولا غاية يعني معيان الزهد وأن لا يرقب قلبه في الأمر نعم أن تكون يدك مليئة بالمال لا حرج لكن أن يكون قلبك فيه ولو دينار واحد هذا خطر عليك فلا بد أن تكون الدنيا في اليد لا في القلب وأن لا تحبها لأن حب الدنيا هو أصل أمراض القلوب وأصلها أي أمراض القلوب حب الدنيا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا فبينما هم دارجوا مراقي زارتها إذ هجمت حلاقي حلاقي الموت جمعوا فأوعوا وجمعوا كثيرا من الأموال وعددوها كما قال الله تعالى وَإِلُّ لِكُلِّهُ مَزَتِ اللَّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَةِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن جمع المال ليس هدفا وأن المقصود منه تغطية خلته وسد فقره وما يعبد الله به وما يؤدي به الحقوق التي عليه وهذا الذي يتعبد الله بجمعه فلا يجمعه إلا من حلال ولا يصرفه إلا في حلال فيأخذه من حله ويضعه في محله ولهذا لا يتطاول فيه ولا يمد عينيه إلى ما لدى الآخرين فالله قال وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فإذا أدرك الإنسان أن الرزق هكذا ميزانه لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فإنه يطلب الرزق تعبدا لله سبحانه وتعالى ولن يجعله غاية وهدفا بل يريد به تغطية واجبات ومسؤوليات وأداء حقوق ولن يأخذه إلا من حله المأمور به أو المأذون فيه ولن يتجاوز ذلك وأيضا لن يستكثر منه كثيرا كلما طرأت موضة جديدة سيارة جديدة أو ساعة جديدة أو هاتف جديد أو بيت جديد يريد هذا الجديد ويريد النوع الجديد ويزهد فيما في يده هذا تصور خاطئ وهذا التصور هو الذي يؤدي إلى حصول تضخم في الاقتصاد ويؤدي إلى حصول التنافس السلبي في الاستهلاك وأن يكون المجتمع كله مستهلكا لأنك إذا كنت تتابع الموضة كلما جدت موضة كلما أنت جل لآخرون منتجا بدلت فيه مالا لشرائه لمجرد التطاول وهو نفس الأداء الذي تؤديه التليفون عندك الآن هو نفس الأداء الذي تؤديه التي بعدها والساعة أيضا الساعة التي بعدها وهكذا في السيارة والسيارة الأخرى فلابد أن يكون الإنسان غير متكاثر فالله يقول ألهاكم متكاثر حتى زرتم المقابر فلابد أن يكون الإنسان حريصا على أن يتعبد الله بجمعه للرزق وأن يجمعه من حلال وأن يضعه بحلال فضلة الشيخ قضية الفقر والغنى عند بعض الناس يتعجبون أن يجدوا مثلا بعض الدعاء أو بعض الملتزمين فقراء وعلى الجانب الآخر بعض المجاهرين بالمعصية أغنياء وتوفر لهم الأشياء وقد لا يفهم لماذا يفتح الله بالرزق لهذا ويضيق على ذلك نعم هذا أمر الله جل جلاله فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحبه ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب ولهذا قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من النصيب ولذلك الكفار يفتح الله لهم من الخزائن والأرزاق والتكنولوجيا والتقدم لا تصل الأمة الإسلامية بحذافيرها إلى عشور معشاره لكن ليس معنى ذلك أنهم أحب إلى الله ولا أقرب إليه بل هذا ابتلاء امتحان يمتحنهم الله به ولهذا قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا زخرفا يذهبا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة وإن ربك المتقين فلولا أن يكون الناس أمة واحدة هذا خوف العولمة العولمة أن يكون الناس جميعا في حضارة واحدة معاشهم واحد ولغتهم واحدة ودينهم واحد ولباسهم واحد هذا الذي يريده العالم الآن وهو العولمة هذا معنى العولمة أن تكون الشعوب المقهورة تابعة للشعوب القاهرة لها ويكون المنهزم تابعا لهازمه مقلدا له في لباسه وأكله وشربه وثقافته ولغته وعمله واجتهاده بكل شيء حتى في دينه قالوا لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لو كان هذا خوف من الله ونعمة على عباده المؤمنين لو لا ذلك لفتح الله أبواب الدنيا للكفار أكثر من هذا الحال بأضعاف مضاعف لكنه لم يشأ ذلك خشية الفتنة على المؤمنين فجعلها بين هؤلاء وهؤلاء تجد المؤمن يجد رزقه والكافر يجد رزقه وقد يزاد هذا وقد ينقص هذا وأيضا قد يكون الإنسان الذي يبذل جهدا طويلا يمكث أربعين سنة أو خمسين سنة وهو مجتهد في تحصيل الرزق ويموت فقيرا وتجد آخر ما بذل إلا جهدا يسيرا فاستغنى في مدة يسيرا خلال أشهر أو سنة أصبح من الأغنياء هذا يدلنا على أن الأمر ليس خبط عشواء وإنما هو تقدير من الله سبحانه وتعالى وقسمة يقسمها سبحانه وتعالى برق الله فيك فضلت العلمة معي عدم صلاة سأخذها سريعا ثم أستكمل هذا الحوار معي أخي سعد من الكويت فضل أخي سعد أهلا ونصلا أستاذ مقاهد أستاذ مقاهد سؤالين باختصار الله يخليك هل تصح صلاة الحاقد الحاسد هل تصح صلاة الحاقد الحاسد وهل تجوز الصدقة على المقنون والمجنونة مثلا وآخر الكلام يا أستاذ أرحم الشهيد وشاف المريض أصحاب النوايا الحسنة وابعد عنا المشاولين والكرب وكل مقروض حياة لك بارك الله فيك أخي سعد بكويت معي أخي مجاهد فهمي من العراق تفضل أخي مجاهد بالنسبة للموضوع الحلقة حقيقة لطيف جدا بارك الله استوقفتني كلام لطيف فيما تعلق بالقدر عندما قال الأنظيف بأن إذا شخص سقف فيه الشارع قد تصدمه سيارة ولهذا أنا أؤمن بأن القدر ربما يكتب بأكثر من صيغة يعني مثلا الشخص يمشى على الرصيف لا تصدمه السيارة وإذا وقف في الشارع تصدمه فالله سبحانه وتعالى ليس كما نتصور يكتب بالقدر ربما بصور مختلفة ولكن في النهاية هو يعرف ماذا سيحصل للإنسان ولكن الأخ بالأسباب مهم وكما حدث مع ذلك الصحابة عندما جاء لرسول وقال قد ضاعت ناقتي فقال توقيت على الله وقضاعت ناقتي على ما أعتقد فقال اعقل وتوكل إذن إذا ممكن القدر وجهان أو أكثر ولكن في النهاية الله سبحانه وتعالى يعرف ما هو القدر النهاي ولكن أخذ بالأسباب هو شيء مهم في هذا المجال لدق الوقت هل هناك فكرة أخرى لا لا هي في مجال وقدر أشكرك على هذه المشاركة شكرا جزيلا لك معي تصال آخر أخي محمد من الجزائر فضال أخي محمد بسلام عليكم أخي مجاهد وفك صحيح بارك الله فإنكو الشيخ الصادم محمد الحسن بارك الله فضال أخي محمد هذه سؤال الشيخ الصادم محمد الحسن هناك آياتين في صورة الفجر قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما اتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما الإنسان إذا ما اتلاه فقدر عليه رفته فيقول ربي أهانني الآية 15-16 من صورة الفجر صدق الله العظيم هناك سؤال يقول هل الإنسان الذي يعطيه ربه الرزق وجعله غني هو ابتلاع من الله عز وجل وأن الإنسان الذي يجعله ربي فقير ويمنعه من الرزق هو ابتلاع من الله عز وجل برق الله فيكم أشكرك أخي محمد من الجزائر شكرا جزيلا لك فضلت شيخ سعن من الكويت يقول هل تصح صلاة الحاقد الحاسد نعم بالنسبة كل ذنب تصح الصلاة معه إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى فإذا كان الإنسان حقودا حسودا أو كان كان جبانا كان سيئ الخلق فإنه تصح صلاته إذا صلى لله لكنه عاص في جانب آخر وهو جانب حقده وحسده فهذا حرام يعني يجمع من ناحية ويفرط من ناحية نعم هو يقول هل يجوز صدقة على المجنون أو المجنون نعم كل المبتلين في عقولهم هم من أولى الناس بالصدقة والصدقة عليهم تنفعهم وهم عيال على المجتمع ويجب على المجتمع أن يقوم بحقوقهم أخونا مجاد كانت مداخلة أكثر منها سؤال فكرة أن القدر يمكن أن يقرأ بأشكال مختلفة أو لا هو أوجه مختلفة لا هو يقصد أننا ذكرنا أن قاعدة قاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن نتركها معصية فالتوكل عليها شرك هذا الجانب القدري في الجانب القدري لا بد أن يؤمن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قدر الآجال وحددها وأنها لا يقع شيئا إلا على وفق علمه وما كتب فعنده الصحف التي فق عرشه وهي أم الكتاب فيها كل ما يقع وعنده ما يقع في هذه السنة كتب في اللوح المحفوظ في ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا لكن لا يقتضي ذلك تركا للأسباب بل يجب على الإنسان أن يبذل السبب ولا منافات بين الإيمان بالأقدري وبين بذل الأسباب فأصحاب الكهف قال الله فيهم إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى ومع ذلك قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا فأعملوا الأسباب على إيمانهم بقدر الله سبحانه وتعالى وتوكلهم عليه نعم بارك الله في فضل الشيخ محمد من الجزائر كان يتحدث عن الآية الكريمة كان الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا هذا صحيح بالنسبة للرزق ونقصه أيضا كلاهم ابتلاع من الله والابتلاع هو الامتحان فالله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى نا ترجعون فلذلك يبتلي الله بعض الناس بالغناء فهل يؤدون حقه وهل يشغلهم عن الله أم لا ولذلك الابتلاع بالنعمة الناس فيها على أربعة أقسى القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها فالإنسان ما دام كامل الرزق كامل الصحة معافا بجسمه لا يشكو أي ضيق ولا أي نقص لا يحس بهذه النعمة وإذا فقد ذلك أحس بأنه كان في نعمة وزايلته هذا لا ينتفع بنعمته لأنه لا يمكن أن يشكرها إلا لأنه ما عرفها إلا بعد زوالها القسم الثاني عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها لكن لم يعرفوا من أين أتت فهم يظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن أبائهم وأجدادهم حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو يشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنبهم المجرمون القسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها حالهم حال المخلفين من الأعراب سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا هؤلاء لا يمكن أن يشكروا النعمة لأنهم شغلوا عنها القسم الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم ولا بكسبهم واجتهادهم ولا يشغلون بها عن شكرها بل يصرفونها في مرضات من أسداها وهؤلاء هم الشاكرون وهم أقل عباد الله كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور فالشاكرون أن الله أنعم عليهم بها وعرفوا أنها من عند الله لا من عند أنفسهم ولم يشغلوا بها عن تكليفهم وعما خلقوا من أسله وصرفوها في مرضات من أسداها فكانوا شاكرين بذلك لله جل جلاله شكوا على النعمة من النعم أيضا نعم فلذلك قال فأما الإنسان وإذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وهذا ابتلا في هذه الحياة الدنيا وهم تحان له فيقول ربي أكرم أن يظن أنه خلاص تجاوز العقبة والعراقلة كلها وأنه أصبح محبوبا عند الله ومقربا إليه كلا هذا امتحان وسيزول وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويضيق عليه رزقه ويقول ربي أهانني يقنط أيضا ويقول ربي أهانا كلا هذا كله غلط ليس الحال كذلك بل الله يبتليك بالخير والشر فتنة ويريد منك الاستقامة في كل أحوال سواء كنت غنيا أو فقيرا ولهذا قال وأنه هو أغنى وأقنى وأنه إلاه جل جلاله أذناء على نفسه بأنه هو أغنى أعطى بعض الناس غنا فقط أعطى بعض الناس غنا أقصد جعلهم أغنية وأعطى بعض الناس قنية فقط أقناهم فقط القنية ما يقتنيه الإنسان لنفسه فالفرق هذا عنده سوق وعنده مصنع وعنده مصانع واتجارة والآخر عنده فقط سكان وظيفة فهذا أغنىه الله وهذا أقنىه الله لكن كلاهم ابتلاه الله بذلك أنه هو أغنى وأقنى سبحان الله وبرك الله فيك ولهذا في شأن طلب الرزق يقول واحد العلماء مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك صحيح مثل الظل تماما يمشي معك ببرك الله فيك فضلت الشيخ مع عدم الصلاة سنأخذها سماسك من هذا الحوار معي أخي عبد السلام من تونس فضل أخي عبد السلام السلام عليك عليكم السلام ورحمة الله يا أخي حسابيا من يطلب الرزق حسابيا يعني هو يطلب الدنيا من الله ليس من الطبيعي ليس من الطبيعي يعني أن يستحي المسلم أن يلتمس الدنيا ماذا هو سؤال نعم أشكرك شكرا جزيلا لك أخي عبد السلام معي أخي عز الدين من الجزائر تفضل أخي عز الدين السلام عليكم سي مجاهد أهلا وسهلا فضل السلام وصول لعلامة محمد حفيد الموارسيطين الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليكم السلام الله أكبر نوجه السؤال لدكتور الكريم بما أنه تترق للعولمة كي إن سبحان الله في في أحد برامج الجزيرة فوق السلطة ماذا قال ختاما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي إن الحرية عبء تقيل عن الشعوب التي لم تحضرها نخبتها لتحمل مسؤوليات استقلالها فالاستعمار ليس مجرد عارض بل هو نتيجة حتمية لانحطاطنا ولكي لا نكون مستعمارين لا بد أن نتخلص من قابلية الاستعمار فالتاريخ ليس ما تصنعه الصدف ولا مكائد الاستعمار ولكنه ما تصنعه الشعوب ذاتها في أوطانها عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم والكتب هي من تصنع التوارات فغير نفسك تغير التاريخ أما نطفة من نطاف مالك بن أبي يقول لك الشعوب هي من تصنع الشراك وهذه نقل السؤال فيني أخي عز الدين هي مشاركة أكثر أخي عز الدين أشكرك أخي عز الدين نكتفي بهذا القدر لا تريد أن تسمعنا ولا تريد أن نسمع السؤال أنت قلت سؤال ثم عملت بدخل معنا أتصل آخر أخونا محمد حسن من موريتانيا فضل أخي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نرجو أن تخفي صوت الهاتف وصوت التلفز اسمعنا الهاتف فقط كم عمرك محمد عشرة عشرة سنوات ما شاء الله وتتابعنا من موريتانيا نعم هنا قطر هنا قطر برك الله فيك محمد إن شاء الله تكون عالم إن شاء الله يدعو لك الشيخ إن شاء الله بإذن الله يا رب افتح له بحكمتي نرجو أن تدعو له وتدعو بسر الله أن يبارك فيه وإذا أؤمن العلماء العاملين الصالحين يبارك في ذرياتنا وذريات المسلمين أجمعنا أمين أمين بارك الله فيك أخونا عبد السلام من تونس يقول حسابيا طلب الرزق وطلب الدنيا والمال ألا يستحل المسلم أن يطلب من الله الدنيا لا ليس كذلك بل من الأدب مع الله أن تطلبه كل حاجتك فإنك لا تستطيع أن تكتم عنه شيئا وأنت في نفسك تعلم أنك ترغب في هذه الحوائج الدنيوية ولذلك قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع ذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فكون الإنسان يترك دعاء الرغب إلى دعاء الرهب فقط هذا سوء أدب مع الله ولذلك فإن أنبياء الله قال الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشئين فأنبياء الله سألوا الله ذرية وسألوه الرزق وسألوه كل حوائجهم الدنيوية بحسب الحاجة من أكثر الأنبياء في الأدب مع الله والحياء منه أيوب عليه السلام ابتلاه الله ثمانية عشرة سنة ومع ذلك لم يستطع أن يدعوه فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فلم يستطع أن يقول فكشف عني الضر حياء من الله لكن مع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو يغتسل يوما وقد خلع ملابسه نزل عليه جند من جراد من ذهب فجعل يجمعه في ثوبه فناده ربه يا أيوب ألم أغنك عن هذا قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركاتك هذا من بركات الله طلب الأرزاق ليس نقصا للأدب ولا نقصا للعقل فلذلك تلتمس بالدعاء وقال عروت بن زبير إني لا أسأل الله كل شيء حتى الملح للطعام في السجود دعاء في السجود يسأل الله فيه كل شيء حتى الملح للطعام بعض الناس لا تحسن في الدعاء عندما يطلبون الله الشيء لا يحسنون السجع والكلام بلغة عربية هل يتكلم بعميته بطريقته السجع أصلا غير مطلوب في الدعاء بل تكلف كله نهينا عنه وما أنا من المتكلفين فاليد بالله سبحانه وتعالى بلغته وبعميته وبما يريد بأي وجه في الله سبحانه وتعالى على حسب دعائه وحسب نيته وما في قلبه يستجيب له فنحل نظر الرب جل جلاله والقلوب هناك أسئلة كثيرة أتت على رقم الحلقة والبرنامج يقول صاحب السؤال هل يزيد الاستغفار من الرزق نعم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا طيب هل هناك ارتباط بين العبادة والتقرب إلى الله وسعة الرزق لا لا يرزم ذلك لأن الإنسان يبتلى في هذا فقد يكون العابد يبتلى بالنقص من رزقه في بعض الأحيان والزيادة فيه في بعض الأحيان ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنبياء في تفسير قول الله تعانى في قصة أيوب عليه السلام فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ذكرى للعابدين ما علاقة العابدين هنا صحيح ففي سورة الصاد ذكرى لأولي الألباب هذا مناسب صحاب العقول هم الذين يفكرون في هذا لكن هنا قال للعابدين قال ابن كثير أي لئا لا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا يا الله لئا لا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا فالأنبياء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا. وأشهد الناس بلاء للأنبياء. ثم الأمزل فالأمزل. وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. فمن رضي فله الرضا. ومن سخط فله السخط. وكل هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى. وابتلاء منه. فإذا أحسن الإنسان الأدب معه في حال معين. فإنه سيغير ذلك الحال. والدنيا لا تدوم على حال أبدا. لا بد أن تتطور وتتقلب. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فذلك مقتضي لأن اليوم يمكن أن يكون فقرا. وغدا يكون غينا. وإذا حصل الغناء أيضا سيأتي بعده الفقر. اليوم صحة وبعدها المرض. وبعد المرض صحة وهكذا. إلى أن يأتي الموت الذي يأتي الأجل. فيقطع الأمل. بارك الله فيه. فضل الشيخ. مع تصال آخر أخي طه من الإمارات. فضل أخي طه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ببعض أن أحبك يا شيخ الله. هو سؤالي في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه الآية 131 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة حياة الدنيا. لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. المقصود في قوله عز وجل. ورزق ربك خير وأبقى. والسؤال الثاني في قول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضونا الله عليهم في غزو من الغزوات. يعني لا يصلي أن أحدكم العصر إلا بني خريضة. وأنه في بعض الحالات وجهت أخير صلاة العصر. الجزاق من الله خير. بارك الله. بارك الله. أشكرا أخي طه. شكرا جزيلا. أخونا طه يسأل عن الآية في سورة طه. نعم. بالنسبة لهذه الآية يقول الله فيها. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا منهم زهرة الحياة الدنيا. معناه أن اللسان إذا نظر إلى أرزاق الناس وما هم فيه سيكون ذلك فتح باب فتنة لا حدود لها. لأنه لا بد أن يرى شيئا يرغب فيه لدى غيره. وما يراه لا يمكن الوصول إليه جميعا. ولهذا يقول أحد العلماء كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعدن العين موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر ويقول الآخر فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر رأيت الذي لا كله أن تقادر عليه ولا عن بعضه أن تصابر ويقول عمرو بن العاصر رضي الله عنه إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين يمما قضى بطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفماء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فذلطت وبالت ثم رتعت ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقيرة والمسكينة وابن السبيل فذكر أن من أشد الفتن التي يخافها علينا ما ستفتحه الدنيا من أبوابها علينا فحينئذ سيرى الناس في نعيم معين فتشتاق نفسه إلى ذلك ويقصره في واجباته يريد حرق المسافات وقطعها بسرعة هائلة وحينئذ سينسى علاقته بالله وتوكله وعليه ولا يبالي حينئذ أخذ من حلال أو من حرام وهذا هو وجه الامتحان والابتلاء في هذا لهذا قال ما كان فتنة وابتلاء ورزق ربك خير وأبقى ما أعطاك الله انظر إليه وانظر إلى أنه قد فضلك على كثير من دونك ولذلك في الحديث انظر في الدين إلى من فوقك وانظر في الدنيا إلى من دونك فذلك أجدر أن لا تزدر نعمة الله عليك إذا رأيت من دونك في خلقته في جسمه في عقله في جوارحه في ماله في عافيته ونظرت إليه ستعرف أن الله فضلك على كثير من خلق تفضيلا ولهذا يشرع لمن رأى مبتلا أن يقول الحمد لله الذي عاف أنا إما افتلاه به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا أما من كان فوقك في الدنيا فلا تنظر إلى ما هو فيه بل انظر إلى من فوقك في العبادة والطاعة والزهد والتقوى لتقتدي به ولا تنظر إلى من فوقك في المال فهو في عيش الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة نعم فلا بد أن تكون الإنسان مطهرا لقلبه من هذا الدنس والأثر السؤال يتعلق بفكرة ما الحالات التي من الممكن أن يؤخر فيها صلاة لا هو أشار إلى تزاحم بين التزامين فكل نبي من الأنبياء جاء بالتزامين التزام ديني والتزام تنظيمي فالالتزام الديني هو الجانب التعبدي في العلاقة بالله والالتزام التنظيمي الجانب البشري في التعامل بين الناس فكل نبي في نذارته فاتقوا الله وأطيعوني اتقوا الله هذا الالتزام الديني وأطيعوني هذا الالتزام التنظيمي ولأصل عدم تعارضهما لكن إذا تعارض بأيهما يبدأ الإنسان بحسب ما يحقق المقصد الشرعي لا يمكن أن يقال يقدم الالتزام الديني مطلقا ولا يمكن أن يقال يقدم الالتزام التنظيمي مطلقا بل يقال ينظر إلى المقصد الشرعي من ذلك ومن أمثلة ذلك المثال الذي ذكره الأخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجع من غزوة الأحزاب نادى مناديه بالناس من كان يؤمن بالله اليوم الآخر بلا يصلي أن العصر إلا في ديار بني قريضة فالالتزام الديني ما هو صلاة العصر في وقتها الذي تبوته صلاة العصر كأنما أوترى أهله ماله من صل البردين دخل الجنة وحافظه على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر في مصحف عائشة فهذه صلاة العصر في الالتزام الديني مهمة جدا لكن في مقابل ذلك التزام تنظيمي نعم التزام الآخر حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك الصحابة الكرام منهم من صل العصر في المدينة في أول وقتها وأدرك بني قريضة في الوقت ومنهم من أخر العصر ولم يصل لها إلا وقت العشاء في بني قريضة والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنس أقر الطائفتين فلم يثرب على واحدة منهما أنا لم يمكر على الذين أخروا ولا على الذين أعجلوا من رحمته صلى الله عليه وسلم نعم وإيظن أنهم كلهم اجتهدوا ونظير هذا ما حصل لعبد الله بن أونيس حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل خالد بن سفيان الهذلي خالد بن سفيان كان شيطانا من شياطين العرب وكان يجمع الجيوش اللي غزوا المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه عن طريق الوحيد ولم يرد أن يذهب إليه بجيش فأرسل إليه رجلا واحدا من المؤمنين وهو عبد الله بن أونيس فكان لا يعرفه فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيته قلت الشيطان يا سبحان الله شكله إذا رأيته قلت الشيطان فقال فأتيته ببطن نخلة وهو يتردد بين الجموع في وقت العصر فأمسك بيديه فقال ممن الرجل قلت رجل من العربي سمعت أنك تجمع لهذا الرجل فأتيت لي أشهد معك فإن أنت غنمت رضغت لي أنا أعطيت لي من الغنم قال هو على ما سمعت فأخذ بيديه فجعل يطوه بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر فصليتها إلى غير القبلة أمئ إيماء هو معه هو معه حتى اختلط الظلام فخلوت به فأطرت رأسه بالسيف وقلت أقول له السيف ويعجم رأسه أنا بن أونيس فارسا غير قعددي إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليدي فهذا الشيطان من شياطين العرب كان يجمعه الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم لغزو المدينة وعبد الله هنا أخر تعرض عليه إمرأة التزام الديني أن يصلي العصر في وقتها والالتزام التنظيمي أن يفتك بهذا الشيطان نعم فنظر في المقصد الشرعي أيها ما أهم أن يصليه ركعتين فيقتل وتغزى المدينة ويمكن أن تتعرض حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أو أن يصلي على هيئته يمشي إلى غير القبلة يوم ويماء ثم يؤدي هذه المهمة فرأى أن هذه المهمة أو لا ففعلها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نعم برقى الله فيك فضلت الشيخ هناك أسئلة كثيرة يقول صاحب السؤال سؤاله يقول هل يجوز بيع الممنوعات عند العوز لا إذا كان الإنسان فقيرا جدا عليها أن يبحث عن الحلال أي كان حتى ولو حطبا ولو أن يحتطب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطبه فيبيع حطبه خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه فبيع المحرمات شرعا لا خير فيه فلا يبتغى ما عند الله بمعصيته يقول صاحب السؤال التقشف إلا هو وقت الضرورة وهو وقت ضيق جدا من الذي يحدد وقت الضرورة الضرورة هي ما يخاه به الهلاك ذا خاشية الهلاك على نفسه نعم ما يبيح له أكل الميتة مثلا وعلى قدر الضرورة على قدر الضرورة نعم يقول صاحب السؤال التقشف وتجويع النفس قصد الحفاظ على الرزق هل هذا حرام تقريبا لأنه من البخل عن نفسه نعم وذلك حرام ولذلك اللباس وغيره لا بد أن يكون فيه ميزان واضح فالإلم ذكره ثم لباس الشرع تعتريه لأحكام وحتم منه ما يقيه نعم لباس موسري لباس مؤسري شح وضد سرف ثوب السريع على الدني قيلاء وضد مهانة والمستجاد القصد والعلماء يندبوا حسن الزجي لهم ليعظموا لكف الغي وحسنهم يندبوا للمصلي أي الإمام وللمؤذن وذات البعلي فهذا ما يتعلق باللباس لكن نظيره أيضا الطعام والسكان والركوب وغير ذلك بارك الله في فضل الشيخ معي تصال أخي محمد من سوريا تفضل أخي محمد شيخي بس عندي موضوع فرضا نحن نحن نشي فترة كير حاولنا أنه مشكلة السفر وكانت بعد تكسر معنا وعن ندعي ونتفائل سبحان الله غريب أنه الله عز وجل لا أقراض الحكم سبحانه وتعالى ولكن ما كانت عادة تكسر معنا ما خلينا أنه طريقة نستافر بره وما كان على الوصول سمت عليه شلون فهم نعم فهمين سؤال أنت تسعى للسفر لكن لم يؤثر لك أمر سفر حتى الآن يعني شدت لك محاولات أربع محاولات ما كان عمي طيب السؤال نعم واضح لأه طيب يعني فهم سؤالك أشكرك أخي محمد من سوريا شكرا جزيلا لك هو يحاول يسعى للسفر بشتى الطرق لكن لا يفعل هذا هو مجال الامتحان والابتلاء فيما يقدره الله للنسان فلا بد أن يدرك الإنسان أن ما يقدره الله خير له أن الله أحكم الحاكمين وأنه ألطف بعباده وأعلم لا يعلم ما الخلق وهو اللطيف الخبير فأنت عليك أن تبذل السبب وليس لك أن تصل إلى النتائج فالنتائج من أقدار الله والأسباب بالشرع الله وأنت مكلهم بالشرع الله بالقدر فلذلك عليك أن تبذل الأسباب ولكن مع ذلك تتوكل على الله وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أنه ربعة الأقلام وجفة الصحف عما هو كائن وأن الله اختار لك فهو الذي يعلم النتيجة هذا الأمر الاختياري يعني هل يحاول مرة أخرى يحاول مرة أخرى ويحاول مرة أخرى يحاول يظل يحاول لا حرج عليه المحاولات ما دام يظن أن هذا الأمر خير له فهو يحاول ومع ذلك يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن أقدار الله نافذة نعم يقول صاحب السؤال أخوكم محمد المهندي يقول في حال تعذر الحصول على الرزق في بلدي فهل السفر إلى بلد آخر وترك الأهل والأولاد واجب لطلب الرزق وتوفير العيش الكريم بالنسبة لمن عليه مسؤوليات كمن عليه ديون أو نفقات الأهل أو نحو ذلك يجب عليه أن يبذل شهدا في تحصيل هذا الواجب لكن لا يجب عليه أن يصل إلى منتهى المغامرات والمخاطرات ففي الحديث إن الروح القدس نفث في رؤي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوه الطلب فلا بد أن يجمل الإنسان في الطلب ولذلك إذا كان الإنسان قادرا على التجارة وفرط وترك وقادرا على الصيد في البحر وفرط وترك وقادرا على الوظيفة أو طلب الوظيفة وفرط وترك فهو آثم لأنه يجب عليه أن يقضي يدينه ويجب عليه أن ينفق على أهله فيكون آثما بهذا التقصير لكن ليس معنى ذلك أنه يجب عليها أن يبالغ في طلب الرزق حتى لا يترك أي باب إلا طرقه لا بل يجمل في الطلب ويفعل ما فيه احترام له وتقدير لشخصه وعدم أذية وإتعاب لبدنه نعم يعني السفر لي طلب الرزق هذا جائز حتى لو كان من باب التحسين يعني هو نعم جائز حتى من باب التحسين مثل التجارة ومثل الوظيفة ومثل كل هذه الأمور نعم هل هنا يعني يذهب إلى بلد عربية وإسلامية كما يذهب إلى بلد الغرب سيان نعم البلد الذي يأمن فيه على أداء شعائر دينه ويأمن فيه على نفسه وماله يشوز له السفر وإليه مطلقا فالله قال فمشوهي مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والله سبحانه وتعالى ما كتب لك الرزق في مكان معين لا بد منه بل جعل رزقك في الأرض وأمرك أن تسير في مناكبها وستجد ما كتب لك نعم يقول صاحب السؤال يعني في الأوضاع الحالية تنتشر البطالة بشكل كبير في أوسط الشباب كيف يمكن أن نواجه هذا الأمر في ظل غلاء العيش نعم هذا موجود ويوجد في فترات من التاريخ ثم تأتي الساعة وهي الأيام يداولها الله وتلك الأيام نداولها بين الناس فلا بد من وضع الخطط السليمة وما يتعلق بتنشيط دورة الاقتصاد حتى يجد الناس أوجوان للعمل سواء كان ذلك في نطاق القطاع العام أو في القطاع الخاص وأن توجد وظائف لأفراد الشعوب والشباب بالخصوص توفر لهم وسائل العيش الكريم فهذا من مواجبات الدول ومن مواجبات الساسة وعليهم أن يبدلوا فيه جهدا وعلى المفكرين أن يساعدوا في ذلك وفي وضع الخطط والنصائح للدول التي هي بحاجة إلى هذا فإذا حصل ذلك الحمد لله هذا المطلوب وإلا فليس على الإنسان أن يذل نفسه وأن يخاطر ويغامر كثير من شباب المسلمين الآن يذهبون في قوارب متهالكة إلى الهجرة السرية إلى الغرب وكثير من البلدان الغربية أيضا تتعمد إهلاكهم وأذيتهم مثل اليونان وإيطاليا في بعض الأحيان فيكون ذلك مخاطرة بالنفس في سبيل أمر كان بالإمكان أن يجده في جهة أخرى طيب بمحرك ترق تحسى المهم أيضا بعض الشباب الآن يذهبون إلى مخاطرات ومغامرات للوصول إلى الجدار الذي يفصلوا أمريكا عن المكسيكا أمريكا نعم يغامرون ويخاطرون وربما تعرضوا لاختطاف من شبكات الإجرام وربما تعرضوا لكثير من المضايقات والإهانات وحتى الموت والقتل هو سؤالي كان عن موضوع الموت يعني من يركب هذه القوارب المتهالكة بحثا عن لقمة العيش ومات في البحر ما حكمه إذا كان يجد وسيلة أخرى للعيش الكريم وقصده المخاطرة والمغامرة في مثل هذا النوع فإنه يكون آذما بذلك لكن إذا كان سدة الدنيا في وجهه مثل هذا الأخ الذي ذكره في سوريا وحال أهلنا في سوريا معلوم وكذلك اللاجئون الآن في لبنان اللاجئون السوريون في لبنان يسلمون لمن سيقتلهم هذا النوع من الأوضاع فعلا يحتاج إلى أن ينظر فيه بعين أخرى وهي أن من كان صاحب ضرورة في هذا الوضع ليس مثل من ليس صاحب ضرورة وكل على حسب حاله مبارك الله فيك فضلت الشيخ يقول صاحبة السؤال هل حقا عندما نتزوج فقيرا يغنين الله عز وجل إذا قصد الإنسان بذلك إعفاف نفسه عما حرم الله عليه فإن الله قال وأنكحوا لأياما منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم لكن هذا محله عند تمام التوكر على الله وتمام المعرف به والثقة بوعده فليس كل أحد يصل إلى هذا اليقين نعم يقول صاحب السؤال هل هناك أدعية محددة أو معينة لزيادة الرزق نعم بالنسبة لهذه الأدعية منها الاستغفار بذاته وقد ذكرنا آية سورة نوح قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكذلك من الوسائل الأخرى التي تعين عليه الصدقة وأيضا إذا كان الإنسان عاجزا عن الصدقة يصلي ركعتين في وقت الضحى فإنه ما تروا ماني له عن ثلاثمائة وستين صدقة تصبحوا عليه كل يوم وكذلك وكذلك صلة الرحم وكذلك الرحمة بالفقراء وكذلك الاكتساب في أوقات الخمول وقت أول النهار في الصباح هذا الوقت البركة اللهم بارك لأمتي في بكورها فهذا الوقت الانتاج والعمل فيه مبارك وهكذا بارك الله في قوة الشيخ يقول صاحب السؤال هل شقق التمويل العقاري تعطوى الربا؟ بأي صورة من الصور؟ ولم يذكر الصور بحسب العقد فإذا كان العقد رباويا تكون من الربا وإذا لم يكن العقد رباويا فليست من الربا هذا بحسب العقد نفسه وليس لها عقد واحد ولا بلد واحد ينتهج منهجية واحدة في ذلك فبعض البلدان مثلا تكون الدولة تدفع الربا للبنوك والبنوك هي الوسيط الذي يتدخر بين الشركة المنتجة والشخص المشتري فيكون البنك يأخذ منك مبلغا وسيط والوسيط فالبنك أقرضك قرضا ولن تزيد أنت عليه شيئا ولكن الدولة هي التي تدفعها للبنك الزيادة فهذه الزيادة تعتبر غير الربا لأنها مجرد تشجيع للبنك على أن يسد للمجتمع هذا المسد الذي يجب على الدولة أن تسده فكأن البنك مستأجر من الدولة على أن يوفر للناس حاجتهم في السكن فهذه قضية فأنت لست مرابيا حينئذن وإذا حصل إذم فهو بين الدولة والبنك ولست أنت مسؤولا عنه نعم يعني تحتاج العقود إلى مراجعة كل عقد بحسب حكمه نعم طيب فضلت العلمة سؤال يتعلق بفكرة كيف الجمع بين طلب العلم والسعي على الرزق طلب العلم بذاته هو أصلا من السعي في الرزق لأن العلم رزق وعلى الإنسان أن ينظم وقته وأن يجتهد في ذلك فإذا كان له وقت متسع فيه وقت معين للطلب ووقت معين للإنتاج ووقت معين يستأجر نفسه بأن يكون مثلا يشتغل في محطة بنزين أو بقالة أو غير ذلك في أوقات الفراق فيكون منتجا ويكون هذا نافع عنه في الأمرين في طلب العلم وفي طلب الدنيا طيب فضلت الشيخ يعني هناك ظاهرة نفس يعني أقول ظاهرة توجد في كثير من الشركات والتجمعات العملية هي الموظف الذي يسعى لإرضاء المدير أو رئيسه بنقل الأخبار حتى أطلق عليها لفظ العصفورة الموظف العصفورة الذي يكون بنقل الأخبار إلى رئيسه تحببا وتقربا إليه وخوفا على ألا يترك مكانه يعني ما حكم ذلك بالنسبة للتجسس ونقل الأخبار على وجه الإفساد حرمه الله وشدد فيه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم وخطره وقال لا يدخل الجنة قتات والقطات هو هذا الذي ينقل الأخبار فهذا لا يدخل الجنة معناه أنه نعوذ بالله لا بد أن يموت على سوء الخاتمة فلذلك لا بد من الحذر من مثل هذا النوع وأن يحسن الإنسان إلى نفسه وأن يتحلى بعزة المؤمن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فليس هو موظف أن جاء خص وظيفة وهي تبليغ الأخبار الحسن بن علي رضي الله عنه جاءه رجل فقال إن فلانا قال فيك كذا فقال يا أخي ما وجد الشيطان بريدا سواك شيطان ما وجد أحد يحمل له هذه الرسالة سواك أنت فاستحي الرجل على نفسه خجل فلذلك لا بد أن يكون الإنسان صاحب عزة إيمانية تمنعه بمثل هذا النوع من التصرفات ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن المال له أوجه للتحصيل وأوجه للإنفاق وقد نظرناه فوجدنا أن قواعد تحصيل المال خمسة وأن قواعد إنفاق المال خمسة في جميع عشر قواعد قواعد تحصيل المال خمسة وجدناها من تجربة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فعثمان قيل له قد جئت إلى المدينة مهاجرا مذلو إخوانك المهاجرين لا تملكوا إلا سيفك فكيف أصبحت أغنىهم فقال كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا ويجعل الرأس رأسي هذه خمس قواعد المعالج معناه أن لا يقنط الإنسان وأن لا ييأس ولو كسر ولو أصيب يعيد التجربة مرة أخرى وعالج وأنمي يسعى للزيادة ولو بشيء يسير كل يوم يزيد رأس المال ولو بشيء يسير ولا أزدري ربحا إذا بايع الناس لا يكون طموحا وصاحب طمع يريد الغلاء الفاحش بل يبيع البضاعة بأي ثمن أكثر من الثمن الذي اشتراها به لا أزدري ربحا لا أحتقر أي ربحا ولا أشتري شيخا هاي مادة لم تعد ذات مستقبل في السوق لا يشتريها بقصة التجارة لأنها أصبحت بائرة وأصرف الناس عنها لا أشتري شيخا ويجعل الرأس رأسي معناه تجارة كلها مبنية على المغامرة فلا يجعل البيضة كلها في سلة واحدة بل يجعل مشروعين صغيرين بدل مشروع كبير تنويع الدخل إذا ضرب أحدهما يبقى الآخر أجعل الرأس رأسي هذا خمس قواعد وفي العكس في الاستهلاك والإنفاق وجدنا خمس قواعد في قصة قارون قال الله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسين كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسدين هذه خمسة قواعد القاعدة الأولى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين المال فيه خطر على النفوس عندما تنال فيه حلاوة الوجدان وتحس بأن لديك غنية ومالا يحذر فلا تفرح بذلك بل أعلم أنه ابتلاء وامتحان يمكن أن يكون هذا دليلا على دنو أجلك واقترابه أو أن تصاب فيه بفرح كما حصل لصاحب الجنتين قال ما أظن الساعة قائمة أعوذ بالله نعم لأنه جاءته الفتنة وهماله عندما أعجب به ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة فابتلي في ذلك فإذن هذه القاعدة الأولى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين القاعدة الثانية ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يعلم أن هذه الدار ليست دار قرار وأنك فيها ضيف منتقل عنها فتذكر ما تنقله معك إلى آخرتك وتذكر ما يكون ظلا لك يوم القيامة الناس مستظلون بظل صداقاتهم مستقلين أو مستكثرة تذكر الميزان الذي يضع بين يديك له كفتان ولسان فماذا سيكون في كفة الحسنات من نسبة إليك لا بد أن تتزود لآخرتك فإذا هذه لا تنسر نعم القاعدة الثالثة ولا تنسر أصيبك من الدنيا لا تكون الدنيا لا تكون خادما للدنيا بل اجعلها خادمة لك كثير من الناس يتعب نفسه في متابعة الأسهم ارتفاعا وانخفاضا وهو متقلق دائما وتعب وكذلك إذا حصل أي تأخر في العمل أو إنتاج أو تقلق أو أصيب هذا مسكين لا ينام براحة ولا يأكل بسعادة ولا يعيش بين أهله براحة لأنه خادم للدنيا ولم تخدمه الدنيا الرابع والخمسة نعم أحسن كما أحصل الله إليك لا بد أن تحسني للآخرين وأن تتذكر أنك كنت فيما كانوا فيه فنقلك الله من تلك الدار إلى ذلك أخرى ثم بعد ذلك الخامسة ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فكثير من الذين جمعوا مالا كانوا سببا في الفساد إما بكسر السوق ورفع الأسعار عن الناس أو إما بتزوير المركات التجارية وإما بتغيير تواريخ البضايع ونحف ذلك من الفساد هذا فساد في الأرض والتبذير والإسراف كلهم من الفساد في الأرض وننتبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الكلام طيب لكن وقت الحلقة انتهى أشكرك شكرا جزيلا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن المددد وعلى وجودك معنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا لك وإياك مكرم الله الله بركة الله كما أشكركم مشاهديا الكرام لأن ألقاكم يوم الجمعة المقبل في الثلثة والنصف عصر بدوقيت مكة المكرمة لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر